اشتركوا في القناة في ساعات الظهر لها برج العقرب وبرضو في عنا حدث اليوم اللي هو انتقال الكوكب عطارد لها من برج الأسد لبرج العذراء يعني رح يدخل على بيته فهذا الإشي رح يعطيه طاقة إيجابية تعوض الفترة الماضية أكثر لجميع الأبراج طبعا القمر بما أنه اليوم موجود في برج الميزان الآن موعد بث الحلقة وفي ساعات الظهيرة رح ينتقل لبرج العقرب فبما أنه في برج الميزان فهو الآن في منزلة الزبانية وهي للفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة من صباح اليوم الخميس بتوقيت جرينيج ينتقل بعدها لمنزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بما أن القمر مازال موجود في الميزان لغاية ساعات الظهيرة فبتظل الفترة هاي فترة عاطفية لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميل للإسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى الأشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفل ما أو عادة تزيين للبيت أو المكتب واقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا اليوم في عنا زاوية خطيرة برضو بدأ تأثيراتها المباشرة وهي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها من اليوم أربعة ثمانية ولغاية يوم أحد عشر ثمانية ذروتها يوم سبعة ثمانية في ساعات المساء طبعا هاي زاوية بتزيد من المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وراها وبتزيد من العصبية وعليه يجب أن نتمالك أعصابنا وضبط أنفسنا عند التعامل مع الغير وتجنب المواجهات الحادة في هاي الفترة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول الامتعاض داخلي وبينعكس على علاقتنا مع الغير عادة هاي الزاوية لما بتصير دوليا بتدل على ظهور صعوبات ومشاكل في قطاع الصناعة الثقيلة والبورصة وتراجع المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واحتمال وقوع حوادث وإضرابات ومقاطعات في أمور إلا علاقة بالمناجم المحاجر المعامل وهذا الشيء بيعرق الإنتاج وبيزيد نفوذ رجال الأمن والجيش وبيتعرض المواطنون للقمع والتعسف في بعض البلاد وهاي الفترة بتزيد شعبية أحد الدعاء أو رجال الدين من المحافظين والمتعصبين جدا وبرضو هاي الفترة ممكن تشهد بعض الفضائح اللي بتمس بالتقاليد والأعراف الاجتماعية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين المريخ وهي حكينا أنه مستمرة لغاية 6-8 بسود جوعا من الود فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات العاطفية الناجحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية اليوم آخر يوم لإلها هي اللي بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر وبتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اللي هي الزاوية السلبية اللي كنت نذكرها في الأيام الماضية واللي لها آثار كبيرة صارت دوليا برضو لها بعض الآثار اللي صارت على بعض الأشخاص هي زاوية الإقتران السلبية بين المريخ وبين أورانوس وهي تأثيراتها حكينا لغاية يوم خمسة ثمانية اللي بتجعل لدينا نوع من أنواع التردد والخوف من اتخاذ قرارات حاسمة في حياتنا وهذا الشيء بيجعلنا غربي الأطوار وعنيفين وبيسببنا شقاقات عاطفية أو لدى البعض ولدى البعض أيضا بيشتكوا من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة ودوليا بالدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كالحرائق والتفجيرات أو وقوع طائرات أو حوادث العلاقة بالسك الحديد والزلازل والعواصف تحديدا وبرضو بيقع نوع من أنواع التمرد أو انقلاب عسكري أو بيتم عزل أو قتل أحد القادر الكبار أو بتشهد هاي الفترة بعض المظاهرات والاضرابات في قطاع الصناعة أو الصحة أو بسبب قمع الحريات وممكن تشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية أو جنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري وهي تأثيراتها برضو ليوم خمسة ثمانية هاي زاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو زاوية إيجابية تزديس بين نبتون وبين بلوتو وهي تأثيراتها ليوم اثنين تسعة وحكينا هاي بتسبب عودة وضعية قديمة بتعود على الساحة واللي برضو بتدعم من وضعيتنا بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة ستة وتسعة عشر دقيقة صباحا طبعا تأثيراتها من الآن بتكون تأخذوها إنها بلشت تأثيراتها وهي رح تضل ساعات تقريبا الضهيرة هاي زاوية يعني بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة ستة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينج ورح يستمر حتى تمام الساعة 11.46 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج وهذا بيعني أن الفترة المذكورة اللي هي ما بين هذا الوقت اللي هي من الصباح للظهيرة فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار طبعا رح يصير الحدث اللي ذكرناه اللي هو انتقال كوكب عطارد من الأسد للعذراء ورح ينتقل في تمام الساعة 6.57 دقيقة صباحا ورح يمكت العطارد في العذراء حتى يوم 26.08 لغاية الساعة يعني تمام الساعة وحدة ودقيقتين صباحا من هذا التاريخ بيشعروا موليد برج العذراء برغبة في الدراسة والمطالعة والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم وبتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات وبيستفيد معهم كذلك أصحاب الأبراج الترابية والأبراج المائية هم أكثر المستفيدين طبعا اللي هم موليد برج الثور والجدي والسرطان والعقرب والحوت والعذراء وكذلك كل شخص تواجد في ساعة ولادته كوكب عطارد في برج العذراء يعني لما انولد كان عطارد في العذراء هدولة برضو من الأشخاص اللي بيستفيدوا طبيعة هدولة الأشخاص اللي بيكون عطارد عندهم في العذراء هدولة يعني بتكون أفكارهم دقيقة وفي صلب الموضوع دائما أما بالنسبة لآثار وجود عطارد في العذراء على جميع الأبراج برج الحمل بتفيدهم أفكارهم مع زملائهم بالعمل أو تقديم طلبات لعمل أو عمل جديد أو إنجاز بعض الأعمال المهمة أو ترويج لعمل معين يعني بيكون عندهم نشاط عالي جدا في مجال العمل وإنجازاتهم بتكون رائعة برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور بيمارسوا نشاط أدبي في هاي الفترة لأنه هذا البيت الخامس لألهم فالكتابة للتعليف اللي بيمارسوا التمثيل برضو حث أولادهم على الدراسة بالفترة هاي نشاطاتهم العاطفية نشاطاتهم واتصالاتهم مع الأحبة برضو إلها علاقة بممارسة الهواية بتدعمهم بشكل كبير في كل هاي المجالات برج الجوزة بتنصب أفكارهم حول شؤونهم العقارية حول الأمور اللي إلها علاقة باستئجار بيت أجار بيت بيع بيت اللي بتاجروا في العقارات الاجتماعات العائلية المناسبات العائلية السفر لا بلدك الأم فهاي الفترة بتكثر فيها كل هاي الأمور اللي ذكرناها برج السرطان بالنسبة للموليد برج السرطان بيستفيدوا الطلاب الابتدائي الثانوي في الدراسة المطالعة رغبتهم بأقد دورات تعليمية برضو بالأمور اللي إلها علاقة بالتكنولوجيا بالكمبيوترات بالتليفونات بالسيارات صيانة تصليح بيع شراء كلها هاي الأمور ممتازة حتى اللي بيشتغلوا في التجارة بالبيع هدولا برضو بيستفيدوا بشكل كبير وبرضو بتكثر عندهم التنقلات والسفريات القصيرة بهاي الفترة برج الأسد بتنصب أفكار مواليد برج الأسد حول المال هنا بيحاولوا يكتشفوا طريق أو يفتحوا باب إلو علاقة بالمكاسب المالية عمل إضافة فكرة جديدة موضوع جديد ترويج لسلعة بيع شراء برضو ممكن يحصلوا على بعض المكاسب بالفترة هاي أو يحلوا بعض الأمور العالقة اللي إلها علاقة بالوضع المالي برج العذراء زي ما حكينا مواليد برج العذراء هم أكثر الناس اللي رح يشعروا بكوكب عطارد اللي رح يساعدهم بشكل كبير بالفترة هاي إنه الشمس موجود في بيت متاعبهم ولكن عطارد بعطيهم قوة الفكر والإدراك والخدرة على إقناع الغير بآراءهم وأفكارهم وبينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات بشكل عام برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا بيبدأ اهتمامهم بشكل كبير في الغيبيات والروحانيات والأمور القديمة والتاريخ قصص العائلة أشخاص راحوا من الدنيا مثلا آثارهم شو عملوا كتب التاريخ النقاش في هاي الأمور المواضيع القديمة صور تذكارية قديمة كلها هاي ممكن تظهر على الساحة بالفترة القادمة برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب بميله لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء واللقاءات الاجتماعية والنشاط الاجتماعي والمناسبات الحفلات كلها هاي بتكون ممتازة وحتى بيبدأوا بعلاقات جديدة من ضمن هاي المناسبات كثير راح يتوجه لهم دعوات لحفلات ومناسبات بالفترة القادمة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس أفكارهم بتفيدهم في علاقاتهم بالمسؤولين في مجال العمل بطبقات راقية بتواصلوا معاهم واسطة بتدعمهم بشيء معين بيعززوا من سمعتهم بشكل كبير للشهرة برضو بتساعدهم بشكل واضح فعشان هيك لازم يستغلوها لكل شيء إيجابي بالنسبة لهم لأنه برضو بظل بيت السمعة لو نفتح لهم باب للمغامرة ما يخوضوا فيه برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بينشطوا بالسفر البعيد بيع معاملات هجرة اتصالات بعيدة بيستفيدوا برضو بالدراسة الجامعية محاضرات أو مناقشة رسالة أو بداية دراسة جديدة رغبتهم بتعلم لغة جديدة يعني بكل المجالات حتى اللقاءات أو الموعيد العاطفية أو العلاقات العاطفية بتكثر في هاي الفترة برج الجديد بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة أموال الشراكة أموال الزوج القروض ديون حل بعض المسائل بينشطوا بهاي المسائل بيحاولوا أنهم يسكروا ملف إلى علاقة بديون أو مطالبات مالية أو حل مشكلة مالية أو مطالبة بحقوق إلهم قديمة أو إشي إلو علاقة بميراث مثلا يعني هاي الأشياء اللي بتتركز عليها برج الحوت هنا طريقة التواصل لموليد برج الحوت لأنه مقابلهم تماما عطارد رح يصير فهنا أمور تطوير علاقة من مرتبة علاقة عادي إلى مرتبة علاقة يعني فيها مفاوضات لتتطور لشراكة عاطفية أو شراكة عمل كل النشاط بيكون مصالحات تقارب تفاهم حل بعض المشاكل يعني كلها بنطاق الشراكة العمل والعاطفة طيب بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل للعقرب فرح يكون انتقاله له بعد انتهاء خلو المسار ساعة 11.46 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج وطبعا القمر لما ينتقل للعقرب في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا بنحب بشدة يا بنكره بشدة بنشعر بانتقاد الغير وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط في هاي الفترة بوسعنا عمل تأمين أو تجديد تأمين أو مراجعة شركات تأمين أو قراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة في المغامرات وبرضو اتخاذ قرارات حاسمة وجيدة هاي الفترة لشراء بيت أو استئجار بيت أو الاهتمام بالعقارات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون في تمام ساعة 12 و28 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش تأثيرتها من ساعات الصباح وبتستمر لغاية ساعات المساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا اليوم الأكثر حساسية وهي من الآن لغاية ساعات الظهيرة الكلا والحالب والمثانة البولية الأوردة الجلد تعود لللمس البنكرياس والأنسلين وأسفل الظهر والزايد الدودية من ساعات ما بعد الظهر بتصير عنا الأعضاء التناسلية المستقيم والشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم الحانة وبرضو الجينات طبعا هاي الفترة لا يوصى بإجراء العمليات الجراحية للأعضاء اللي ذكرناها ما دونها عادي ما في أي مشاكل لهذه العمليات إلا أنه اليوم لأنه فيه قلو ومسار فأنا ما بحب عمليات الجراحية إلا الطارئة في فترة قلو والمسار هاي الفترة مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن أمور البشرة لغاية ساعات ما بعد الظهر لتصير ممتازة هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب خلو المسار القادم بيبدأ يوم السبت 6-8 في تمام الساعة 11-23 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 4-38 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اتجاه المربع يعني بدأ يكبر عن الهلال باتجاه أنه يصير المربع الأول طبعا عمره 7 أيام في تمام الساعة 49-44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 8 أيام نسبة الإضاءة بتصير 38% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23-8 طبعا هي سعيدة الآن بنسبة 15% ولكن في ساعات مساء اليوم بيصير سائم إله الأربعاء بيصير منتحس بنسبة 10% القمر في الميزان وبدأ تنتقل للعقرب ورح تضل بالعقرب لغاية يوم 6-8 فسعيدة بنسبة 30% اليوم عطارد في الأسد وبدأ ينتقل للعذراء وعشان مرحلة انتقال ورح يضل طبعا في العذراء لغاية يوم 26-8 فليوم منتحس برضو بنسبة 10% الزهرة في السرطان حتى يوم 11-8 سعيد بنسبة 70% المريخ في الثاور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورنس في الثاور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات شراكاتكم شراكات المال شراكات العاطفة لأن القمر ما زال موجود مقابلكم طاقتكم ضعيفة العصبية موجودة حدية بالطباع الصحة الشوي هيك في عليها علامات استفهام لدى البعض أهم شيء كل يوم من الآن للظاهرة تجنبوا الالتزام اتجاه الطرف الآخر بأي موضوع لأنه عادي ممكن أنكم ما تلتزموا بكلامكم من ساعات ما بعد الظهر أو من ساعات الظاهرة بتنهمكوا في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة أهم شيء ما تهملوا صحتكم بتصبح الأجواء أكثر إيجابية ما في خطر على الصحة يعني ولكن البعض بدوا ينتبه لصحته انشعر بشيء لأن الطاقة ما زالت ضعيفة يراجع فيها طبيبه اليوم راح تصير الأجواء جيدة جدا أكثر من ساعات الظاهرة وبتصير الأجواء تتجاوب معكم أو الأمور تتجاوب معكم بشكل تلقائي ورح تلاقي أعمالك صدى طيب رح يصير اهتمامك بالأمور المالية بشكل جيد أو ترتيب فواتير أو دفعات أهمش أنك ما تتكاسل حاول أنك تسارع للعمل دون مماطلة ودون أعذار برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر صار في مراحل المقابل الآن طاقتكم بلشت تنزل فعشان هيك من الآن بتكتوصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل ما تبدروا لأي عمل جديد حاولوا أنك تعملوا بشكل روتيني وبرضو في نفس اللحظة لا تهملوا صحتكم لو برعوا لا تدخلوا بأي نقاش حاد ما بينك وبين زملائك وبالعمل ممكن تهتم ببعض الأعمال اليوم أو زملائك يساعدوك بإنجاز بعض الأعمال في ساعات الظهيرة الأجواء بتصير شوي إلها طابع تعزيز الشراكة والعلاقة مع شريك العاطفي أو شريكك بالعمل المصالحة التقارب ولكن ممكن تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة فعشان هيك بدك تعالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية وحاذر خلال هذا اليوم والأيام القادمة طالما القمر موجود في برج العقرب حاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمك في هاي الفترة قوي والعرقي لبتستفزك برج الجوزة ما زالت الأجواء جيدة على مستوى التقارب العاطفي أو الحب أو مع الأحبة وقضاء وقت ممتع مع الأحبة ولكن في ساعات الصباح يعني حاولوا أنكم ما تفرضوا سلطتكم أو سيطرتكم أو يتقلب مزاجكم أثناء التعامل مع الأحبة حاولوا ما تدخلوا بأي صدام ما تبالغوا بحضوطكم اليوم يعني الحظ ما رح يدعمكم بشكل كبير وخصوصا في فترة الصباح وبعد الظهيرة لأن القمر بعد الظهر رح ينتقل لبيت الصحة وبيت العمل فهنا من ساعات الظهيرة بيبدأ العمل بالتراكم لديكم فعشان هيك بدكم تنتبهوا لصحتكم بتجدوا أن الأعمال بدأت تتزامن بصار عندكم أكثر من عمل في نفس الوقت الأعمال كثيرة بتصعب عندكم بعض الأمور ممكن تضطروا للعمل وقت إضافي فعشان هيك بدكم تنتبهوا لعملكم وتنتبهوا لبعض الأمور الصحية لدى البعض مش كل موليد برج الجوزاء بعضهم ممكن يشتكي من بعض الأمور الصحية برج الصرطان بالنسبة لموليد برج الصرطان ما زالت الأجواء اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة هي اللي بتشغل تفكيركم أهم شيء أنه منها الآن لغاية ساعات الصباح تتجنبوا إدخال أي تغيير على مسكنكم أو شراء قطعة أثاث للبيت أو حديت التعامل أثناء التعامل مع الأقارب حاول قدر الإمكان ضبط أعصابك نخلي نقاشاتك موضوعية بدون أي ردات فعل سلبية من ساعات الظهيرة بتشتد رغبتكم لأنه هنا الحظ بصير قوي جداً بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتفاهم معهم بتفيدك اليوم الاتصالات واللقاءات والحوارات والأمور العاطفية بشكل قوي جداً وحتى الحوار ما بينك وبين الأحبة بتصير ممتازة أهم مش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها اليوم أنت راح تنال أمور كثيرة خصوصاً من ساعات ما بعد الظهيرة وتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة أو كانت مستحيلة في الأيام الماضية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً اللي بديه تقدم لامتحان بده يستعد بشكل جيد هاي أول أمر لأجواء ما زالت إيجابية بالحوار والنقاش والتنقلات والاتصالات والنشاط إجمالاً في كل المجالات قوي جداً ولكن زي ما حكينا إنه بدك تنتبه ما تعتمد على الحظ كثير لأنه يعني مرحلة خلوه ومسار فهاي بدك تكون حذر فيها وخلي نقاشاتك مع الإخوة والجيران شوية تكون بطابع سلمي مش حاد من ساعات الظهيرة بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلقوا بشأن مسألة عائلية أو شخصية وبتقدروا تواجهوا الأمر الواقع بمنطق وتحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم أهم شيء ما تفرضوا رأيكم فترة مناسبة للسفر والاستثمار يعني فترة جيدة بالنسبة لأيكم على كثير من المسائل خلال هاي الفترة حاولوا تستغلوها برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً الضغط كله هو على الأمور المالية هو أكثر إشي بقلقك ما زال الوضع المالي ممكن بتبحث عن سبل أفضل لحل بعض المسائل المالية وبعض المكاسب اللي ممكن تيجي عن طريق عمل إضافي مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم أهم شيء أنه لأنه مرحلة انتقال احذروا من أي خطوة مالية لا سيما شراء حاجية ثمينة خلال هذا اليوم من ساعات الظهر الأجواء رح تتغير بشكل قوي جداً لصالحكم فرح تنشطوا في أمور السفر والاتصالات والتنقلات والحوارات بشكل كبير وبكون الكنوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار بتكثر النشاطات عندكم على حسب حقل اختصاصكم يعني على حسب أنتوا كيف عايشين أو شو بتشتغلوا بيكون نشاطك خلال هذا اليوم بتكون عندك لقاءات عديدة واتصالات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعاً بتظل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكان كل يوم تبدروا لأي عمل الأجواء جيدة مع هيك يعني في فترة خلو المسار بس أنه ما تبدأوا بشيء أو ما تبدروا لعمل جديد واصلوا عمالكم اللي بدأتوا فيها ولكن ما قبل خلو المسار الأجواء إيجابية ودعم لإلكم من ساعات الظاهرة التفكير كله والتركيز رح يصير على الوضع المالي فهنا بتعيدوا الضبط ميزانيتكم أهمش أنهم ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وحاولوا أنكم أتبلغوا بمصاريفكم كونوا معتدلين وموضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لأمور مالية أو أمور استشفائية خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التعب رح يظلم سيطر عليكم من الآن لغاية ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لسه ما وصل لعندكم فعشان هيك يحاولوا أنكم تنجزوا فقط ما هو ضروري من العمل المتراكم بشكل روتيني وإخلدوا للراحة من وقت آخر لغاية ساعات الظاهرة من ساعات الظاهرة الأجواء رح تتغير تمامها رح يطرق تغيير للأفضل على صحيتكم وعلى نفسيتكم بتستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك الأجواء إيجابية بتبلش من ساعات الظاهرة لصالحك لدرجة أنه ممكن تعوض كثير من الأمور اللي يعني كانت مش زبطة في الفترة الماضية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيضل النشاط ما بين الأصدقاء أهم شيء لأنه اقتربنا على مرحلة الانتقال لبيت المتاعب فهنا الطاقة بلشت تنزل شوي لا تعتمدوا كثير على أي وعد يقطع لكم خلال هذا اليوم يعني الأجواء مش مناسبة كثير أهم شيء من الآن لغاية ساعات الظاهرة لا تدخلوا بأي نقاش أو سوء تفاهم ما بينكم وبين الأصدقاء حاولوا أنه تكونوا موضوعيين وتعرف أنه أنت اللي بلشت طاقتك تتغير من ساعات الظهر بتكون انتبهوا أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد لا تبدأوا عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ لأنه القمر خلص تصل إلى العقرب بيت متاعبكم فحاولوا أنكم تحللوا الأمور بهدوء بتعدوا عن الأضواء حاولوا أنكم ما تقرروا على شيء عشان ما تخيب أمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات برج الجديد بالنسبة لما أوليد برج الجديد طبعاً بتكونوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل الأعمال الاعتيادية لا أهم إشانكم ما تبادروا العمل الجديد ما تتغيبوا عن عمالكم خلوا علاقاتكم جيدة مع رؤساءكم بالعمل من الآن لغاية ساعات الصباح ما تغامروا ما تجاسفوا ما تشوهوا سمعتكم من ساعات الظاهرة الأجواء بتتغير تماماً هنا نشاط رح يصير بين الأصدقاء بالعلاقات الاجتماعية فحاولوا أنك تبادروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق عبيط ما إن بالكم لأنه اليوم رح تجدوا حليف في نعم تصوراتكم ممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو تسعدوا من اتصال أحد الأصدقاء أو تواصل مع الأصدقاء أو حتى أمور يعني شوي هيك اجتماعية أهم شي إنه لو كان عندك شيء اليوم بدك تعمله من ساعات ما بعد الظهر لا تستسلم إذا ما زبط معك من أول مرة كرر المحاولة بتزبط الأمور بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً القمر موجود في البيت التاسع فما زال النشاط على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد لسه ممتاز قوي جداً الطاقة بتدعمك ولكن في ساعات الصباح لساعات الظاهرة فترة كله المسار اللي بدي يتقدم لامتحان أو مقابلة بده يركز بشكل جيد وأيضاً انتبهوا أثناء تنقلاتكم أثناء قيادة السيارة بالشوارع المفتوحة أو اللي عندهم سفر يتفقدوا أمتعتهم بشكل جيد في هذا الوقت من ساعات ما بعد الظهر بتنجحوا في المحافظة على سمعتكم ومصالحكم الإجتماعية ممكن تخضعوا لعدة تجارب مهمة أهم مش إنك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول إنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع لأنه الفترة هاي شوي بيكون فيها بعض القلق وتوتر القمر ويصير في بيت السمعة فهنا بتكون تحافظوا على سمعتكم وما تغمروا برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا من الآن لغاية ساعات الظهيرة بتكون تتجنبوا أي شراكة مالية وتحاولوا إنك تتفحصوا حساباتكم المشتركة أموركم المالية تدققوا فيها بشكل جيد ما تغامر بالمسائل المالية خففوا من نفقاتكم قدر المستطاع يعني حاول إنك تكون عقلاني ومنطقي بتعاملك بالأمور المالية لغاية ساعات الظهر من ساعات ما بعد الظهر هنا بتنشغلوا في أمور الهلاقة بالسفر أو الاتصالات البعيدة أو تعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وبتصير هاي فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة اليوم حاول إنك تناقش بقوة وذكاء وخلي ثقتك بنفسك عالي جدا لأنه اليوم أنت طاقتك عالي جدا من ساعات ما بعد الظهر ورح تتجرى على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكتر هاي فترة مناسبة لاخد تجربة جديدة برضو مناسبة لأمور اللي بتتعلق بخارج البلاد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء